بعد تواصل خرق النظام التركي لحضر الأسلحة المفروض على ليبيا ونقل الإرهابيين والمرتزقة ليكون التهديد الأكبر لأوروبا تأمل المؤسسات الأوروبية أن تتوصل الدول الأعضاء قريبا إلى توافق حول شكل وألية وطرق مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحضر توريد السلاح لليبيا وفي هذا الإطار بدأ المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريال متفائلا بحذر حول قرب الاتفاق عندما قال أنه قد يتوصل ممثل الدول للاتفاق على عملية دائمة أو ربما مؤقتة وقد يتفقون على مواصلة الحوار ومن المنتظر أن يتبلور الأمر أكثر خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد المقرر في السابع عشر من الشهر الحالي في بروكسل وألمح الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيترستانو أن العملية المقبلة قد تكون نسخة معدلة من صوفيا التي تم إقرارها عام 2015 وتعليق جزء من أنشطتها خاصة البحرية منها بعد ذلك بسبب اعتراض إيطاليا على نظامها التشغيلي وتثير مسألة المرقبة الأوروبية لقرار الأمم المتحدة بشأن حضر توريد السلاح لليبيا الكثير من اللغظ إذ تختلف الأراء حول صدقيتها وفعليتها ويذهب مسؤول بعض الدول مثل النمسا إلى تشيك بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي مختارحين مرقبة جوية وبرية خاصة للحدود الجنوبية لليبيا وتتبادل كافة الأطراف الدولية الاتهامات بالمسؤولية عن انتهاك قرار مجلس الأمن حول ليبيا لتستمر حالة الجدل الأوروبي حيال الخطر الذي تمثله الأفعال التركية في ليبيا وجنوب أوروبا